اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بصراحة يعني بامانة جديدة ان يكون المسلوسي وان يكون روءة وان يكون سيبك من اللي لعبه لا انا بتكلم ان دولا فتوح ملعبش الوينش ملعبش امام ملعبش لا انا بتكلم ان دولا موجودين في الملعب ومش موجود المجموعة الاساسية زي امام زي يعني انا انتهشت امام مبقاش موجود في البداية ازاي اه انت معندكش طارق عامد فانت انتهشت طيب بعد عشر دقائق كنت الان جدا في الشروط الاولاني واول عشر دقائق ما جيه فينا هدفين قلت ايه انا قلت دي توقعاتي انا كنت الان وعارف ان فيه حتحصل حاجة اه وفعلا اللي حسبته حصل والاول عشر دا انا حسيت ان لزا ماك ممكن يعني رايح مفيش ضغط مفيش اي حاجة مفيش دفاع عكسي مفيش مفيش حاجة خالص ما كنتش متوقع ان جيت تلات جوان لا بصراحة اه انا يعني شفت المباراة في الاهرام اه انا لما دخلت عليهم في الشروط التاني قلتهم هنكسب المباراة اه دخلت على في الاهرام على اصدقائي في الاهرام كان فيها علوية؟ قلتهم اه اه كلهم لا والله لا والله العزيز وكانوا فرحانين؟ اه طبعا كانوا فرحانين عادي تتنافس اه طبعا نفسه شريفة اه 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 قلتهم هنكسب المباراة والحمد للباراة تعمش كله في الاهرام؟ اه طبعا طب اما جيت جون بقى في ديار خمسة و سعين وانتقعد معهم حدث ولا حرج يا كابت لا والله العزيز اه طبعا اه طبعا هقول لك حاجة ابتدوا يكلم لا انا كان جانبي واحد اهلاوي مدايقني طول وانا باعكد له ان هنكسب 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 اه فلما جيت جون طبعا انا انطلق لا والله العزيز طب هقولك ثلاث حاجات علقوا عليها اول حاجة هي ضرب الجزاء سيفي كي زي ضرب الجزاء ولا لا هم قالوا لا لكن انا بقولك يعني مفيش ادنى يعني انت بتشك في ايه يعني طب هو رزا سي سي كان تسلل ولا متسلل اه لا 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 انا بقولك اللاهية دي حاجة اللي جانبي اللي جانبي ضربتين الجزاء مش ضربتين الجزاء والحكم بيحتويكم وهدف رزا سي 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 لا ولسه انشاء حاجة مهمة جدا هو عمش شافي ما اطردش ليه عمش شافي كان لازم ياخد طرد لان محمد عادل قال لحنا في ايه انطرد بص يا كابتن خالد المنافسة انها تكون ما بين الجمهور الفريقين صحيح شديدة مفيش مشكلة خالص واني لما واحد يكسب التاني يحفل مفيش مشكلة خالص انا كسبان لازم احفل بس نوع من الهزار بس انا كلنا صحاب ده اللي بتكلم فيه ما تتخطاش الحدود يعني دايما ما تجرحش شعوره حتى اللي قدامك يعني ايه حفلت بصد مش عارف ايه بس بدون يعني اصده كان بيحصل بين الاب وابنه كمان صحيح يكون الاب زمالكاوي الابن اهلاوه او بالعكس صحيح فبيحصل لا هو دايما الاب زمالكاوي لا سعده اقولك حاجة ده فيه عندي صحابي كتير جدا عليتهم كلها هلوية ويطلع يطلع هو زمالكاوي الوحده دي حقيقة ناس كتير والله اه بتحصل كتير جدا اه اصد الزمالك يا كابتن خالد يعني اه قرار قرار لا اختيار الزمالك قرار مش مش مجرد اختيار يعني انا مينفعش الزمالكاوي مينفعش اقولك انا زمالكاوي لا الزمالك ده قرار انت عشان تختار انك تشجع الزمالك ده قرار مش المسألة كده اختيار ان انا بشجع يعني مع كامل احترامي مع كامل احترامي لنوفي ناس كتير تقول انا اهلاوك بس هو مش بيشجع عندي صديق لي صديق لي اسمه ياسر من اسكندرية كلمني النهاردة بعد المطش هو رجل اكبر مني سنن يعني فبيقول لي يعني بص خالد احنا برجل واجر اكل عيشنا وبنشتغل وبنعمل يعني الكرة مش حاجة اساسية في حياتنا بس الكرة بتغير لي مزاجي اه طبعا الكرة بتسعدني يعني فوز الزمالك النهاردة اسعدني صحيح صحيح بقت جوه ليه بقى بيقول لي ايه ان انا ان الزمالك ده مش قصة ان انا بشجع عندي وخلاص دي قصة ذكريات منذ الطفولة فانا مثلا وانا عندي ست سنين ابتدي اشجع عن نادي وبعد كده بقيت اجيب الفنيلة البيضة وبعد كده اتعلقت باللعيب الفلالي وبعد كده روحت معرفش الاستاد مع ابويا وانا عندي 11 سنة وبعد كده حضرت المطش اللي معرفش الزمالك ضد الفريق الجزائري والزمالك ضد الفريق معرفش وروحت حضرت المطش الزمالك والاهلي ومعرفش المطش ده احنا عملنا فيه ايه وابتدى ايه يجبر 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 لغير ما بيقعنده حاجة وخمسين سنة او حاجة وستين سنة فبقت ستين سنة انت بتشجع نادي بكل مراحل شبابك وطفولتك وفالوضع بيبقى دراماتيكي قوي وكله مشاعر واحسيس يعني جمهور الزمالك زي ما قلت لحضرها القرار فالقرار ده بيبقى صعب انك تختار الزمالك ده صعب فأنا لما بختار الزمالك يعني معناه بحب بحشاؤه فأنا عارف جمهور الزمالك بتعشى نادي الزمالك جمهور الزمالك فعلا ترمومتر أداءها أو ترمومتر مزاجها هو نادي الزمالك لما يكسب النهاردة الزمالك المزاج بيبقى عالي جدا لما بيخسر الزمالك كله بيبقى مداي فلا جمهور الزمالك محترف عن أي جمهور في الدنيا وبجد بجد بأمانة جمهور واعي جدا بيفهم كرة كويس جدا بيشجع في رقيته وفاهم كويس جدا كل مراحل اللعيبة دي راحت فين وجات منين وانتقلت ازاي ولعبت ازاي ولعبت كم دي لا جمهوري زمان مختلف بجم ليه نكهة خاصة طيب كلام بيستصار دهتي على السوشال ميديا عن وجود مدير فني بورتغالي مشان نقول يا سامي لما فيش حاجة مضمونة ومحدش صرح رسميا لكن اعتقل مشتر مرتضى منصور قال بنفسه ان فيه مدير فني ومعه اربع مساعدين وانا ببقى سعيد بالموضوع ده قوي صحيح لانا ما يكون عندي مدير فني ومعه اربع مساعدين غير طبعا وكابتن اسامة نبيه وكابتن راحض عمقصود وكابتن ايمان طاهر فبحس ان هو جهاز متكامل والجهاز يبقى مسيطر ويعني ببقى سعيد ان ما بيبقى جيه مدير فني اجنابي كده لوحده كده وجايب معاه واحد صاحبه يعني اه بحس ان هي ايه جاي يعطيها يعطيها يعني ياخد دولاراته لكن ما يكون واحد معاه جهاز اه لا جاي يشتغل اه جاي يشتغل اه وخصوصا لو عنده تاريخ وسيفي كبير يعني اكيد عايز اقول ان المستشار مرتضى منصور عودنا في الفترة الولاية الاولى والفترة اللي فاتت انه دايما بيجيب مدربين كبار بيجيب وبيعمل تعاقدات كبيرة صحيح فعشان كده اه جمهور الزمك عنده حلم انه يكون المدرب ده اسم كبير حد يجي ينتشل الفرقة واعتقد انه هيكون اسم كبير يعني فيه كلام كتير اكيد هيبقى سنة ونص عقده سنة ونص على اه طبعا اه هو نص ده واسمه السلم اللي جاي وده هيبقى ميزة كبيرة في ان المدير الفني وجهازه هيكون مع المجلس الادارة في اختيار اللي عابين الجدد اكيد طبعا كما اوضي خصوصا الاجانب طبعا طبعا مش هتقدر تختار اي حاجة اللي بالمدير الفني بالضبط ده ده مهم فانا بقول لحضرتك من ابرز الاسماء المطروحة اه بيدرو ايمانويل بيدرو هم فيه كلام على فريرا بس ما فيش حاجة اللي غير دلوقتي اه رسمي يعني ما ما نقدرش بس اعتقد انه زمك هتتاجه للمدرسة البرتغالية اه لانه كان صرح كده احمد بورتدا كان صرح قال انه هو مدرب بورتغالي فغالبا المدرسة البرتغالية انا اعتقد ان الاقرب حاليا اه ايمانويل بيدرو وده مدرب كبير على فكرة جدا سنه صغير مدرب كبير درب النصر السعودي وعمل معاه بطول الدوري درب التعاون السعودي يعني مدرب اسم كبير مدرب كواس جدا وعنده طموح بس انا مش عايز برضو نعود انا بقول مرشح ما قولتش انه هو اه لانه في النهاية مفيش مفيش غرار رسمي ولا لا اللي هيعلم مجلس الادارة ومجلس الادارة قال انه هو مدرب بورتغالي معه اربع مساعدين ولكن لم يصفح عن الاسم لا لا خالص ما تقلش الاسم بس انا بقولك الاخوى انا وجهة نظر انا اقولك ليه الساعات كده ايه مش هل مرتضب بيروح ايه اه مرقص الناس يعني في مرة قبل كده قال المدير فني وبتدت ناس تقول ده ما عنده وقعدوا بقى ايه والموقع تكتبوا مرش بكا راح في حتة تانية خالص اه انا فاكر فاكر هادي دي حقيقة فاكر كان اه رمى اسم كده فالناس بتدت تروح له بقى يتلعى واحد تاني خالص اه بالظبط دي حقيقة لكن عايز اقول ان مؤكد ان طالما جايب بأربع مساعدين يبقى مدير فني كبير مؤكد مؤكد كمان يا كافتن خالد ان في مباراة الجونة هيكون المدرب موجود مؤكد اه هيكون موجود بس مش هيكون اه بيتفرق على المباراة على اساس هيكون في المدرجات في مباراة الجونة هيكون بيدير بقى مطش الوداد اللي هو يبقى السبت هيدير ان شاء الله مباراة الوداد ده مؤكد فدي معلومات مهمة جدا عشان تطمن جماهير الزمالك في كل مكان لان جمهور الزمالك الان جدا موضوع تغيير الجهاز الفني طبعا اي حد صحيح طبيعي هيقلقك وهتبقى انت يعني محتار شوية لكن ان شاء الله في مدرب كويس وان شاء الله على مباراة الوداد هيقود مدرب كويس ونتيجة يعني اللي عمله النهاردة لان الحقيقة اه صحيح البداية ما كانتش حلوة لكن قدر يقرى المباراة كويس قدر يعمل رومونتادة ويرجع في المباراة في الشوت التاني التغييرات كانت كويسة اصرت الفريق فبالتالي انت رجعت المباراة في مباراة عنق زجاجة المباراة دي كانت فعلا عنق زجاجة هي ومباراة الجونال اتنين عنق زجاجة طيب فلابد ان تمر بيهم بشكل كويس وتطلع بالنتيجة مهما كان الاداء فده مهم جدا للزمالك طيب عايزة اقول لك كم قرار كده بمجلس خده نمرة واحد مش هل مرتضى مسؤول اعلم ان بكرة من اتناشر لتنين اللي عايز يجدد اه بشروط نادي الزمالك زي ما جه وجدد بشروط نادي الزمالك فاهلا وسهلا بيه اللي بكرة مش هيجي لغاية ساعة اتنين يبقى ما عندوش رغبة انه يجدد فما فيش مشكلة خلاص هنقفل باب المفاوضات مع اي لعيب مش هيبقى عايز جدد اه قرار جريء جدا وقرار مهم وتوقيته مهم انت اللعبة يعني بعض اللعبة حصل نوع من الدلع في الفترة فلا انت عايز عايزت يعني تعيد الانضباط والموضوع طول ثانيا نادي الزمالك شهور بقى اه طبعا ثانيا لازم الناس تبقى فاهمة كويس جدا ان نادي الزمالك من اهم الاندية في الوطن العربي وفي المنطقة جدا فبالتالي اللي بيلعب في نادي الزمالك وبينتمي لنادي الزمالك هو اللي بيبقى كسبان نادي الزمالك اسم كبير جدا 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 فبالتالي اللي هينتمي للزمالك هو اللي كسبان فاي لاعب عايز يخرج ويسيب نادي الزمالك هو حر يعني شفنا الاسماء كتير جدا جدا الفترة الاخيرة شفنا الناس اللي ثابت نادي الزمالك حصل فيها ايه فبالتالي انا شايف ودي رسالة للعبة الفريق الكرة اللي في نادي الزمالك الحالي يا جماعة انتم شفتوا شفتوا بعنيكم يعني دي تجربة عملية كل اللي خرج من نادي الزمالك ما شفنادهوش اسم تامي اللي خرج من متخب بلاده واللي ما ظهرش بمستوى كويس واللي انتهى به المطف في اندية صغيرة واللي ما لقاش نادي يلعب فيه يعني مشكلة كبيرة فبالتالي اسم نادي الزمالك اسم كبير جدا اي لعب ينتمي نادي الزمالك هو اللي كسبان لانه هياخد شعبيت نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك وياخد اسمه باور نادي الزمالك الكبير اوي ده فبالتالي انا شايف ان اللعيبة عليهم انهم يتوجهوا للتجديد اللي عندهم تجديد لان ده شرف لكم ارتداء فلنات نادي الزمالك صحيح طيب نروح لقرار اخر هو بعد رحيل كابتن متحط عبدالهادي الموقف اللي اتخذه مجلس الدارة بسبب الولد اللي هو لقى استحسان غير طبيعي في المغرب اش عايز اقولك يعني قوى العلاقات اكيد المواقف الانسانية مواقف محدش يقدر ينكرها ولا ينساها ودي بتبقى محفورة في وجدان اي حد فبالتالي الموقف ده هتحفر في وجدان اي حد بيشجع في المغرب ليه ولد صغير وتعرض لاتزق من متحة عبدالهادي قد يكون بقصد قد يكون من غير قصد لكن في النهاية المنظر ما كانش كويس في النهاية فتدخل رئيس النادي وياخد قرار ويدعو الولد واسرته الننيج ويحضروا مورات الزهاب مورات الاياب في القاهرة على نفقة نادي ده حاجة حاجة كويسة جدا جدا وحاجة تحسب لمجلس الادارة وتحسب لرئيس النادي واعتقد على نفقته الخاصة كمان نروح لفكرة كان فيه اشعات طلقت الفترة اخيرة كده عن تأجيل مباراة وهي مباراة بيرامدز اهلي وانت عارف ان احنا ان المباراة دي الفلقتين اللي فوقينا بيرامدز اهلي فالاتنين ما يلعبوا مع بعض هيخسروا بعض نقط صح ولا لا فانت لو كسبت الجونة هتوصل للنقطة 25 والنادي الاهلي عنده 25 وبيرامدز عندها 23 وبالتالي اي حد يخسر وانت لو كسبت الجونة يقربك لان كنت سمعت الفترة اخيرة اعتراض على فكرة ان ماتشاط وعندنا ماتشاط وكده انا فاكر ان احنا لعبنا مع بيترو اتليتكو يوم السبت وما لعبناش بقى مع بيرامدز في الدفاع الجوي او في مصر او في السلام لا لان روح نسمع لعبنا مع السموحة في اسكندرية صحيح وبعد كان من السموحة روحنا مطلعين على انجولا صحيح سجرادا فاكر صحيح اه صحيح فيعني احنا في اسبوع سافرنا كنا في مصر اسكندرية انجولا ورجعنا عشان بس الناس بتقول تكلم كنا التلاتة والعبنا السبت انا بس مش عايز اخد بالشائعات يا كابتن خالد اه الشائعة اساسا مرفوضة مش عايز اسمحها اه احنا عندنا ربطة اندية محترفة ناس محترمة جدا صحيح وعلى اعلى مستوى وهم طلعوا قالونا ان مش هنأجل مباراة وان الدوري جدوله مش هت مفيش فيه لعب صحيح فبالتالي احنا مصدقينكم واحنا مع ده مفيش اي نوع من اللعب كل واحد يلتزم بجدوله صحيح وانا وانا كلنا نلتزم اللي عليك اللي عليك وليليك وعلى كلنا فكله مش عايزين يتقال اني اني حتى في عهد الربطة اللي هي المحترمة وعملها شغل كويس جدا يعني حتى الان بصراحة عاملين شغل كويس مش عايزين يتقال في عهد الربطة اني بطولات بتتلغي عشان خاطر مطش الاهل وبراميز مش عايزين الكلام ده خلاص لاني مصر فيه بطولات بتتلغي بسبب المطش ده فيه براد استاذ وليد اللي عطرت طلع معي ونفى تماما لا انا بتتكلم بشكل انا بتتكلم بشكل تطلع دي هكابتن خالد هم بس فيه ناس بترمي كده علشان بلونة اختبار يعني بلونة اختبار لكن احنا مرفوض تماما الكلام ده احنا مصرم القضاء على فكرة طلع على الهوام شرطا وقال رافض تماما فكرة إلغاء كاس مصري لفت تأكيد أكيد 100% لانه هو هيدفع عن مصلحة نديل ومصلحة نديل من الناس تلعب وعلى فترة مش مصري انا ما انا لسه هقول ومش مصلحة نديل فقط ده مصلحة كل الانديل بس هو الراجل بيدافع عن مصلحة نديل ده حقه صحيح مصلحة نديل تعالى بعد خطوة من الوصول لمبرانة نهائية على كاس فهو هو لا ما فيش الكلام ده واحنا رفضين الكلام ده رفضين حتى ان تتعمل علينا بلونة اختبار او تترمي شائعات مرفوض تماما مرفوض احنا ملتزمين بكل الاستحقاقات اللي هتتعمل بطولة كاس مصر القديمة ملتزمين بيها ملتزمين بيها تماما بطولة الدوري ملتزمين بالجدول اللي نزل وكل حاجة بترتيبها بلاش ايه بقى الحركات اللي كان يعملها اتحاد الكورة قبل جدا طيب نروح بقى لفكرة تقييمك للعدة الزمالك النهاردة اه ابو جبل ابو جبل طبعا حارس كويس وعمل شغله كويس بس في الشرط الاول كان فيه نوع يعني يسأل يسأل جزئي مش يسأل يعني مش كليا لكن هتديله ستة من عشر ستة من عشر ابو جبل بالنسبة ليه عبدالغاني اه الاتنين اللي كانوا في القلب عبدالغاني ومحمود علاء كان فيه مشاكل كتير جدا 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 في الشرط الاول بس هو مش عالفكرة والله بتكلم ماشي اوكي ده مص الملعب مشكلة انا ما يكون اتنين سردباكات ولاقي تلاتة جايين عليا صحيح مظلومين ماشي اوكي وكده مظلومين والله ماشي اوكي بس برضو كانوا برضو فيه مشكلة عندهم اتنين في التغطية فيه مشكلة عندهم من اتنين فعشان كده انا هقاسي شوية النهاردة على عبدالغاني ما اقدر شديله اكتر من اتنين من عشر ياه لا يا راجل مش ده جاب الجون ده جاب جون الفوز مع كامل احترامي جاب جون الفوز على الاقل جاب جون الفوز مع كامل احترامي لا الجون الفوزيات شفاعة الورطة. طيب. بالنسبة بالنسبة ليه آآ حمزة المسلوسي. محمود علاء الاول. محمود علاء اه طبعا. محمود علاء خمسة من عشر. خمسة من عشر. لانه عد النفسه في الشوت التاني وبدأ يعني عمل شوت تاني بسرعة. ايه بس عد غاني برضو الشوت تاني كان كويس وجاب جون. بس مش زي. ده جون بالتلات نقط. باشي. باشي. حمزة المسلوسي. معلش انا قاسي على حمزة المسلوسي. انا بجيب لاعب. محترف. مم. علشان يبقى يزودني مش ينقصني. مم. لكن بكل اسف انا هددله صفر من عشر. لا لا يا رجل مش للدرجات دي. انا بكلمك بأمان. طب عبدالشافي. عبدالشافي. مم. محمد عبدالشافي النهاردة اداءه اقل من 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 الطبيعي. بس هو بقاله اختير ما بلعبش. ماشي اوكي. هو كان فتحه اللي بلعب على طوب. معلش عبدالش عودنا كان بيجي من اصابة بيرجع. بتحس انه بيلعب. مم. لكن النهاردة ما كانش المستوى المعهود بتاع بشافي. طيب. هديلو اربعة من عشر. اشرف روقة. اشرف روقة. شوحش النهاردة والله. لا الشوت التاني كان كويس. الشوت الاول بصراحة لا كان عنده. ما كله كان ينه. كله كان ينه. اه اوكي. تلاتة من عشر. اه و اوباما. اوباما خمسة من عشر. اه سيف الجزيري. سيف الجزيري واحد من عشر. اه زيزو. تسعة من عشر. زيزو اعلى واحد. اه طبعا. طبعا. اه اه اشرف بن شرقي. يعني تلاتة من عشر. اه. اه طبعا. اه. شروط التاني يعني. يعني بدأ يفوق شوية. اه. يعني بدأ يزيد شو احسن من المطشاط اللي فات في الشروط التاني. اه. لكن. امام عشور. انا جاي بلاعب يا كابتن. امام عشور. اه 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 اه. انا جاي بلاعب يا كابتن محترف لازم يزودني. امام عشور. لازم يخلص لي. امام عشور سبع من عشر. اه حازم امام. لانه النهاردة يعني التغييرات. اه. الحقيقة كلهم. حازم امام. اعادوا المباراة. حازم امام اه ستة من عشر. رزاسي سيه? لا اه يعني لعب حتة صغيرة او ما يعني. ولا عمر السعيد. رأيه يختبر. ما لا يختبروش. اه اه. عمر السعيد ما يلحاش برضو? لا يختبر. يعني خمسة من عشرة يعني. اه. كويس احسن من اه. اه. تفتكر تفتكر. فتوح انت ما سألتنيش على. فتوح صحيح. سبع من عشر. سبع من عشر. طيب. تفتكر وجود مدير الفني بورتغالي بجهازه الفني بوجود اسامة نبيب احمد المقصود بقى اي منطر. وحفظ الالقاب الجميع يعني. تفتكر اللعيبة تتغير? يعني يبتدي التركيز يزيد. اعتقد. الشخصية المدرب بتطخى يعني. اعتقد الهزة بتاعت النهاردة. هتحرك الفرقة ويعني النهاردة انت بدأت تشعر ان هتب. بدأت تستعيد. تندع. بدأت تندع. فالنهاردة ان شاء الله تكون. اه يعني. فوقت اللعيبة. الهزة تتفوق اللعيبة. واعتقد ان هتعود الروح. وده هيثبته في ماتش الجونة. يعني. واعتقد بعد ماتش الجونة في احتمال. ان ممكن جدا. احنا قدامنا بالزبط النهاردة ايه الاربع. اه. خميس جمعة سبت. حد اتنين. تلات اربع. خميس جمعة سبت. عشر ايام. ممكن اشرف. اه ممكن طريق حمد يلعب ماشي الوداد. انا سمعت ان جاهز ممكن نلعب الجونة. لا الجونة اقول يعني يعني النسبة الاكبر للوداد. اه طبعا لكن ممكن يلعب جزء في الجونة. ايه يعني. طبعا. ووجود طريق حمد طبعا مهمة جدا. مسمار وسط الملعب اه. هو غير انه مسمار. انا رأيي احسن لعب بيلعب رقم ستة. هو غير انه مسمار طريق بينحرر لجنبه. اه طبعا. اه طبعا. اه طبعا. اه طبعا. بيعرف اخوت. اه اه اه. اه اه. احس مجمحهم كده. اه. اه بالزبط. دي حقيقة. دي بتفرق. لا مشكلة دايما كان يقولك لازم يكون فيه قائد في الملعب. صحيح. لازم يكون فيه قائد ويوجه اللي عيد. لا اه ما حدش يقدر يختلف على طارق انه في رقم ستة هو احسن من حد انا شايفو. اه. يعني مع كامل احترامي للاخرين. واحسن حد في رقم ستة. مسألتكش على شيكة. كمان اداءه عالي. مسألتكش على الشيكة صح? شيكة النهاردة ما كانش يعني اه طبعا. شيكة بالة لعيد كبير جدا. اه. وموهبة فزة. اه. لكن النهاردة ما كانش وبقاله فترة متزبزل. اه. يعني خمسة من عشر. طيب. ما زلك عند رأيك ان الزمالك عنده امل كبير في بطولة الدوري. بطولة الدوري يا كابتن خالد. خلينا نتكلم. بطولة الدوري مرس طويل قوي قوي قوي. ولسه بدري قوي. عشان كده الزمالك المهم انه هو وحش وهو. فاسوأ حالاته لازم يكسب. لازم يلعب على المكسب داي. فبالتالي لو زي ماك استمر بالروح اللي اللي لعب بها النهاردة والاداء ده. اه. هيكمل طبعا لان بطولة الدوري ما تقدرش تقول مين يحسمها. يحسمها دي في الامطار الاخير. هل ممكن بيرامدز ياخد بطولة الدوري؟ بيرامدز السنة دي اه فرقة كويسة جدا بدايتها الستارت بتاعه احسن من اي سنة فادت. اه اه في خبرات كويسة نضج بشكل افضل عنده مدرب كويس. اعتقد ان بيرامدز ممكن ياخد ممكن ياخد الدوري السنة. ممكن من الفرق المرشحة. هيظل هيظل السنة دي تلت فرق مرشحين. الفرق التقليدية الزمالك والاهلي ومعهم بيرامدز. بيرامدز داخل بقوة دراع بدراع وممكن يكسب. احنا ممكن نبتدي نتكلم في الموضوع ده بعد الدور التاني. يعني بعد بداية الدور التاني. بشوية كمان. بشوية تلت اربع ماتشاط. لكن الواضح ان شكله مغير للسنين اللي بادت. اه دي حقيق. ان هو ساعات كان يكسب و ساعات ماتش تلاقيه غريب جدا يتعاجل. ايوة. كان مستوى الاداق متزبزب. يعني بيعلى قوي وبعدين فجأة ماتش الورط لقيت عادل او خسر. لكن السنة دي لأ المصار اداء ماشي بنفس الريت. مين الخمس او ست فرق اللي هيعانوا من اجل البقاء? اقول لك اسامي. اه. اسماعيلي مقاولين مصر مقاصة طلق الجيش غزل المحلة. سيراميكا امبي الجونا. دول الفرق اللي اه. انا تحسن. بنك الاهلي. طبعا الاسماعيلي بيعاني بشدة واتمنى ان يخرج من المعاناة دي اه. بس هيعاني لغاية نهاية الموس. اه طبعا هيعاني هيعاني. هيعاني بشدة. طبعا طبعا. طبعا. بس اتمنى ان الاسماعيلي طبعا انا هيستمر الاسماعيلي. اجيد كلنا اتمنى. اه طبعا ان الاسماعيلي اتمنى انه استمر. المقاولين ايه? المقاولين هيعاني بشدة السندي. مصر مقاصة ايه? المقاصة هيعاني بشدة السندي. اتن كامباني. يعني هيعاني جدا. مع انه. مع انه. لاب انه كسب لا انا عمل فرقة حلوة. اه. بس برضو هيعيني. هيعيني. اه. طلع الجيش. لا ممكن طلع الجيش يعني يعدي. غزل محلة. برضو غزل محلة خبراته وتماسك والن بيلعب على ملعبه. لا هيعدي. انسان الله يعدي. انه في مركز كويس. والجونة يعني بيعرف يكمل في النهاية يعني هيستمر ان شاء الله. امبي. لا برضو امبي كويس. سيراميكا. وسيراميكا هيستمر. تتوقع ده. اه اه. دول الفرق اللي انت تتوقع يا انها. طيب. مين تفتكر بيراميز هو المرشح الاقوى للكونفيدراليه؟ بيراميز السنة دي يعني حصل له نوع من الندوك. واداءه عالي جدا بيكسب بره وبيكسب بره. صفقاته كمان. وصفقاته طبعا عالية وبيكسب بره وبيكسب جوء. واداءه يعني اداء قوي. اعتقد اعتقد يعني هو وصل للنهائي ومعرفش يكسب البطولة. اعتقد المرة دي يكسب البطولة بها. يكسب البطولة. يعني. عن طاق عن. هو الاقرب. ان شاء الله. دولي الابطال. كنت مترشح زمالك نمرة واحد. للفوز البطولة. زمالك. زمالك. لازم يكسب الثلاث مطشاط اللي جايين عشان يصعد. توقعتك ايه؟. هيكسب الثلاث مطشاط الجايين وهيصعد. بإذن الله. الزمالك هيكسب الثلاث مطشاط الجايين وهيصعد. هل هل الثلاث مطشاط اللي فيهم مطشين في مصر؟. الزمالك عودنا على الصعوبات دايما ما بيحبش يجيب الحاجة سهلة. اه. فتعودنا على الصعوبات. اه. انت الاستارت بتاعت مباراة الوداد. اه. لو كسبت مباراة الوداد. هتطلع تكسب ان شاء الله بيترو أتلتكو. فعلى أرضه هتكسبه. وهتعمل مطش جبار وتكسبه هناك. وسهل ان زمالك يكسب بيترو أتلتكو في أرضه. وسهل ان الفرق المصرية تكسب الفرق الأنجولية في أرضها بتحصل. فبالتالي متاح. مش حاجة مش حاجة صعبة قوي. يعني تعرف لو المطش التاني مع الوداد هناك هقولك صعب على زمالك. لكن بيترو أتلتكو هناك مش صعب على زمالك. يقدر يكسبه. فبالتالي هتكسب ان شاء الله بيترو أتلتكو هناك. وترجع تكسب المطش. سجرادة وهيكون المطش الأخير بين الوداد وبيترو أتلتكو في الوداد. لما صلحتك. على فكرة قد قد لو الزمالك لعب بنفسه الروح بتاعت النهاردة بتاعت الشرط التاني. ولعب بنفسه القوة وبنفس الحماس. ومع المدرب الجديد والأداء ده. قد الزمالك يبقى أول المجموع. وارد. وارد كل شي وارد. وارد. وعلى حسب. يعني أقصد إن شاء الله الزمالك يسعد. مبدايا إن شاء الله الزمالك يسعد. ده ده إحساسك. ان شاء الله. توقعاتي للموقف إن شاء الله الزمالك يسعد. والله. اه. معين ناس متخوفة جدا. هو طبعا الموقف صعب والموقف يعني لا يحتمل أي أي نازيف نقاط. فبالتالي المبارات صعبة. لكن الزمالك عودنا في المبارات الصعبة بيبقى عم موجود يعني. ماتشي اللي اتغلب فيه الزمالك من الوداد. الماتشي ده كان في نفس توقيت ماتشين. الأهلي مع سانداونز والوداد مع الزمالك. الزمالك تقدم في أول خمس دايق. انطباعك عن الماتشين. أنا أنا رأيي إن مبارات الزمالك والوداد الزمالك لعب بما فيش توازن دفاعي هجومي. يعني أنت جبت جون بترجع ليه رجعت للخلف ودفعت بدري بدري. ما كانش ينفع. كان مفروض الزمالك يعني يعمل توازن دفاعي هجومي بعد الهدف. سستين ألف فراغون. بس أنا طبعا يعني أنا ما أنا عايز أقول لك اللي خلى فرقة الوداد تظهر بالشكل اللي ظهرت عليه ده هي طبعا فرقة كبيرة والوداد. أكيد طبعا. يعني فريق كبير محدش يقدر يتكلم. والكرة المغربية كرة كبيرة يعني. لكن اللي خلى الوداد يظهر بالشكل الجبار ده وإن ضاغ طوله الملعب وطوله المباراة على الزمالك. الستين ألف متفرج. الجمهور كان يعني اللعب رقم واحد. اللعب أنه شفناهم حمسهم إزاي بيلعبوا بروح إزاي بيضيعوا بيرجع تاني عايز يهاجم. لا ده كله جمهور. طوحنا سلاح الجمهور كان سلاحنا. طوحنا هنا بقى. إن شاء الله نلعب بجمهور هنا ونعوض. وأتمنى أتمنى أن يعني ما يبقاش خمس سلاف ولا بتاع. يعني يبقى لنه برضو هيبقى من الظلم علينا أن زي ماك يروح يلعب بينك قدام ستين ألف ويرجع هنا يلعب قدام خمس سلاف. يعني ادينا شوية بس يعني يبقى فيه يعني عشرين ألف مثلا. مثلا يعني. فإن شاء الله إن شاء الله زي ماك يكسب. توقعت إن الأهلي يتغلي من سانداونز هنا؟ لا 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 خالص خالص اطلاقا. كانت مفاجأة. أه مفاجأة جبيرة جدا 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 إن الأهلي يخسر مباراته قدام سانداونز. و يعني أداء الأهلي كان في المباراة باهد. يعني آه هاجم و آه حاول و آه راح. بس أداءه باهد يعني مش هو ده الناد الأهلي يعني. فبالتالي سانداونز إيدن. لكن فرصه في الصعود. لا بالتأكيد فرصه قليلة إن هو لعب جولتين فقط. وعنده أربع ماتشات على أرضه. فرصه كبيرة بقى. فرصه كبيرة. أصدت قلت قليلة. لا أه سوريا كبيرة. لا لا فرصه كبيرة جدا. هو لعب جولتين فقط. وعنده أربع مبارات على أرضه. يعني. فطبعا يعني مش بحطك عاجة تقي على الخلاط. هو لعب جولتين فاس يا. حودة. لعب جولتين بس الهلال هناك. و سانداونز هناك. لعب جولتين. آه بالضبط. ولسه فاضل له مريخ سانداونز. الهلال مريخ. قريبا. أو كده يعني. يعني لسه عنده. عنده المريخ ماتشين هنا على أرضه. عنده. الهلال على أرض. وسانداوزبر. وسانداوزبر. وسانداوزبر يعني موقفه يعني تتخيل مثلا لو كان ماتشين انجولة على الارضنا. هي بس اللي انا عايز اقوله ان مجموعة الاهلي اسهل بكتير من مجموعة الزمانك. رغم ان مجموعة الزمانك مش جبارة يعني. بس عايز اقول نسبة وتنازم. لا مجموعة الاهلي اسهل. وماتشاط الاهلي اسهل. حليه عندي عند عندك. عل اساس ان برضو ماتشاط متلاحبش في السودان. ايوه. اه لا فح hyperfadish. يعني بأمانة. مش مش مسألة بنعمل من الاهلي ولا بتعلال البارت. اه. بس بس مجموعة الاههل اسهل. كانان ترتيب ماتشاط وماتشاطه هتبقى اسهل لان برضو لما يلعب اه 3 ماتشاط هي العب 3 ماتشاط على عرضه وماتش واحد برا. اه. اللي بقى ا었어요. ممكن اقوى 4 ماتشاط الاهلي حقا؟ مين اقوى 4 فرقة في البطولة. رتبهم لي اقوى اربع فرقة في البطولة اه بعد ما شفت يعني الرجاء الوداد الاهلي الزمالك سانداونز يعني ده 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 دول الواضحين يعني يعني انا اعتقد اهلي وزمالك من وجهة نظري والرجاء وسانداونز والوداد ده الوداد كثبتك تلاتة واحد ماشي بس الرجاء يعني انت شاف انه ماتش الوداد هنا سهل لا مش سهل لكن هتكسبه ان شاء الله هتكسبه فرقة الوداد فرقة كويسة جدا بس مش جبارة يعني تقدر تكسبه اه في المتناول يعني انت تقدر تكسبه بس انت المباراة اللي هناك كانت زروفة والجماهير والامور دي صعبت المباراة على الزمالك كمان الزمالك لقب زي ما انا اقول لحضرتك لقب بطريقة غلط انت جبت جون وربنا كرمك فأول ثلاث دقايق جبت جون رحت بجون فانت كده المفروض ما ترتدش للدفاع لا انت ليه انت ترتد للدفاع وعندك ستين الف متفرج هتخسر طبعا مؤكد هتخسر انه تحصل هفوات وغلطات مع توالي الهجمات هتحصل اخطاء فالاخطاء دي هتولد اهداف فانت لعبت بطريقة غلط مين اللي عاجبك من فيوتشير نارده احمد رفعت طبعا اللعيب كويس قوي يروح متخب اه المفروض فعلا اه المفروض طبعا يعني المفروض كيلوش يضمه ماتش سنغال اه لعيب كويس اه انا شايف انه يعني حقه هو ده ابرز لعب شفته اه طبعا في في الا اه وفي كذا حد يعني فيه برضو ناصر مهر كويس وفي اه وفي اه صفى بدري وصفى بدري كويس وعمر كمال اه عمر كمال طبعا فالنهارده كان بعيد نارده مكانش بس كويس لعيب كويس يعني في النهاية لعيبت ايه عندك احمد عاطف واحمد عاطف هايدي اه انا يعني من اللعيب اللي انا بحب اداءهم اه ميروحش منتخب احمد عاطف لا لسه شوية محتاج جبز المجود كمان كمان طب هسألك سؤال انت تعرف ان احمد عاطف كوادي دجلة اساسا اه وكان محمد شريف ودي دجلة برضو اه يعني نفس السرعة ويعني تحس ان هو قريبين ولا لا لا خالص مش قريبين خالص اه احمد عاطف لعيب كواس جدا جدا على فكرة اه لعيب كواس قوي ومسا اه محمد شريف بتميز عنه انه هتداف محمد شريف يعني بيعرف ده 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 بيجيبي جوان على طول ده ماشي بس اقصد طريقة لعبة مختلفة اه احمد عاطف مؤثر جدا لانه بيوصل كل ثلاث دهائق وبيوصل يعني بيوصل كتير للجون وبيوصل بطريقة مؤسرة يعني بشكل خطورة اه لكن شاف المستقبله كبير يعني اه طبعا ولعب صغير في السن على فكرة اه هو لعب كويس تمام كان معروض عن سمالك لا والله اه وماردوش يجبوه اه ولا عشان القيد لا كارتيرون كان ما يعني ما طلبهوش طبعا حتى لو كارتيرون طلبه ما ما فيش قيد اه لا انا انا اقول لك عمر كمال ما كانش في قيد بس انت جبته اه يعني كان معروض علينا اه والله العظيم اه اه طبعا شكراك يا سيد عمر شكرا كابتن خارت شكرا لكل مشاهداننا المحترمين شكرا لكل الزم الكوالي بتفرجوا علينا الف مليون مبروك لنادي الزمالك الف مبروك للكابتن اسامة نبيه كابتن احمد عمقصود كابتن ايمان طاهر الف مبروك لامير مرتضى منصور الف مبروك لكل اللعيبة الرجالة اللي فرحونا النهاردة وروحهم كتواضحة جدا خصوصا في الشوت التاني الف مبروك للعيبة اللي اتغيرت ببين الشوتين وعملوا الاضافة الف مبروك لمجلس ادارة نادي الزمالك اول فوز ليهم بعد انتخابهم ويكون فاتحة خير ان شاء الله على نادي الزمالك ان شاء الله فيما هو قادم باذن الله وخلال الايام اللي جاية هيتم الاعلان عن المدير الفني ان شاء الله باذن الله يكون اضافة قوية لنادي الزمالك ويطور من شكل واداء الفرق ان شاء الله رغم الصعوبات اللي بنمر بيها وان شاء الله نشتغل على ملف اللاعبين الجدد وملف التجديدات والاستقرار المالي اللي ان شاء الله الفترة اللي جاية يكون متواجد باذن الله تصبح على خير اشتركوا في القناة